لو أنتوا فعلاً حابين تعيشوا في سعادة لو فعلاً حابب تعيش في سعادة وتكمل حياتك راحة بال عمل دماغ وعندك بقى سلام داخلي مع نفسك ومع الآخرين احنا كنا تكلمنا قبل كده على الأمور ديات لكن انا هزود النهاردة حاجات جميلة جده جده تجيب وراء وقلم زي ما احنا متعودين كده وتعودي بقى انت وزوجك وعيالك وتسمعوا الكلام ده عشان عايزاكوا تطلعوا بعد الساعة اللي هنتكلموه النهاردة وبعد الحلقة كلنا مبسوطين وبندحك عارفين الوش الجبس اللي محتوط ده يتشال خالص ويبقى بدالوا البسمة الطيبة فعلاً احنا عندنا سلام داخلي ومتسمحين مع نفسنا ومع الآخرين مش عايزين نعيش في نكد ولا في الكلام اللي بعيش في حزن يا جماعة وفي نكد بينطبع على سلوكه تعاملوا مع الآخرين تعاملوا لها مع جوزها تقول لك لا بيقولك تكلمي على الزوجة الفرفوشة وجالنا السلة كتير وبقول لكم حاجات تضحك صراحة يعني انا بيت وانا بقرأ الكلام والتعليقات والأسئلة بيتها اتحك جدا يقول لك فرفوشة ايتي بتتكلمي في زمن معرفش جاية منين ده مفيش جيء ده هي نكدية قبن عن جدا كده وديها الغد ويقول لك فرفوشة والله هنا كنت حلو وكنت باتحك وكنت زي الفل ومرحة وجميلة وكذا وطفاني وقفلني وبعدين صدموني والحياء تعالوا 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 نطلع بره الليلة دي خالص خالص كده ونتعلم النهاردة مع بعض شوية حاجات جميلة جدا هي سبع خطوات أصلا مش كتار ولكن عايزة وراء وقلم عاو تعيدوا الحلقة وتقولوا الكلام اللي انا تعيدوا الكلام اللي انا هقوله النهاردة ده في البداية كده لما باجا اسألك وجاوب احنا دايما متعاودين مع بعض انا كايني قاعدين في محاضرة وانتو بتكتبوا جاوبوا علي لما اجا اسألك او نسأل الناس هو ايه اللي بيخليك سعيد ومبسوط بصوا بقى حد هيقول انا اما اتجاوز عندي تلاتين سنة ولا خمسة اما اتجاوز مش عارف اتجاوز اما اتجاوز التاني ممكن يقولك لا لا طب بس انا اشتغل واجيب قرش واعرف اصرف على نفسي ده سبب من اسباب السعادة واحد تاني يقولك لا واحدة تقول بص ده هو مش هما يجي فرس الاحلام طب يجي على حصان على احمر على اي حاجة المهم يجي فرس الاحلام سعيدها وبقى سعيدة او حد تاني يقولك لا 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 لما الله ما ربنا يرضى عني انا مش مشكلة واحد يقولك بصوا بقى سيبكوا بقى من الكلام ده انا معامل الملايين ويبقى معايا الفلوس والبرا برا دي ده انا كده خلاص انا مبسوط كل واحد عنده سبب ممكن يخليه سعيد ده حسب ايه تفكيره معطياته ثقافته بقته المكان اللي هو فيه طريقة تحليله للامور يبقى شايف في السعادة كده طيب انا هسأل سؤال تاني يعني هسأل سؤالي الاولين انت كتب بالحاجات اللي انا بقولها دي او ممكن تخترعلك حاجة تانية تبقى سعيد بالنسبة له ايه الحاجات اللي بتخليني سعيد السؤال التاني هي فعلا الحاجات دي بتحقق السعادة هي فعلا السعادة بتتحقق لما انا اجيب الحاجة اللي انا عايزها طيب وديه اللي بتخليني سعيد في حياتي خلينا متفقين ان فعلا لما انت تتحقق اللي انت عاوزه فحياتك بيساعد وبيساهم انك تكون سعيد ومرتاح البال وعايش في الدماغ لكن مش هي دي السعادة الحقيقة احنا قلنا ان السعادة قبل كده قرارك انت ولا فلان يعمل لك عشان ابقى سعيد ولا فلان مش عارف ايه عشان يقول لا 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 ده قرارك انت الداخلي قرار بتاخده انا عبقى سعيد لكن ايه الحاجات الحقيقية ده الانوان النهاردة وكلامنا الجميل النهاردة اللي تسعد روحي وقلبك وتسعد عقلك وضميرك وحياتك كلها ماخدش جانب واحد بس بصوا تيجي الاعلانات او تيجي مثلا الميديا كلها وطبعا تعرف ان انت المنتج بتاع الميديا انت البضاعة ستفزيها تكلمك على مش عارفة ايه وهات ايه وحاجات ارخص بايه كل الكلامنا مالصحة مالصحة خالص مجيس سعادة الحياة تعالوا النهاردة نتكلم سبع خطوات سبع خطوات حقيقية عملية حقيقية صدقوني اللي لو عملتها بجد هنعيش في سعادة وسرور وراح يتبال وسلام ده خلي ودماغ بال احنا نفسينا فعلا منها بتسم يعني الواحد نفسه يضحك مش حاجة تضحك في الكون لكن الواحد فعلا نفسه يضحك اولا اول حاجة اوعى تعيش و اوعى تعيشي محبوسة داخل الماضي اوعى تعيش داخل الماضي القليم السلبي طفولتي مشردة و مش عارف هالعيلة كتعاملة ازاي وبعدين بقى ده انا بسقط ده انا على طول فاشل وعلى طول بسقط و افشل واسط و افشل واسط و افشل واسط عارف اعمل ايه و خلاص انا خلاص طول ما انت عايش في الماضي عمرك ما هتطلع بره البوتقة دي و دايما مشاعر سلبية فاكريين لما عملتلكه كده مشاعر السلبية بتخليك منكسر كده مكسور ما انتش قادر حتى تتنفس النفس مش مالي صدرك كده و مش مالي الرئتين و مبسوط لا لا اف ده انت اتخذوا بالعافية خليك في الحاضر و تعلم لما تقع مش مهم كلنا بنقع كلنا بنغلط و كلنا بيحصل لنا حاجات و كده لا لا خلي الفشل ولا السقوط ده انك تنهض منه تاني و يبقى خطوة للنجاح الكلام ده مش نظري الكلام ده حقيقي ما تيقس فاكرين كانوا يقولك زمان ايه انا لن اعيش في جلباب ابي طب هم عملوا ايه دلوقتي هم خلعوا الجلباب خالص ما بقاش فيه لجلباب ابي ولا جلباب عيلتي اعمل لك جلبابك ياب وقعت وكاد ما تجيبش الدين اصلهم كانوا بيعملولي اصل السبب الظروف ولا حصل اصل مش عارفة كانوا حصل لهم ايه اصل ما كانش اصلهم مصيبة اصل لا 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 احساسك انك محبوس في الماضي القليم او السلبي بيجيب لك تعاسى صدقني وحزنه بيخليكوا دايما قاعدين محلك سر ما بنتحركش ولا بننجز فاز عملين نعيط ونولول على الماضي عملين كده وخلاص استفدت ايه بقى ولا حاجة المفروض ان انا استفيد من الاخطاء دي وان انا خطط للمستعبال